هدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وكنا بنتكلم وكان معنا مجموعة من الشباب الجميلة اللي لهم بضرات مهمة جدا في المجتمع يمكن ما كانش معايا عنصر النساء في اول الحلقة وبيبقى ان البرنامج ستتبدو تكون ولكن معايا عنصر من الشباب برضو واللي بيعتلي منصب مهمة جدا في مدينة اكتوبر وهنتعرف عليها ومعايا كمان الاستاذ يسر الضهشوري بس نتعرف الاول على الاستاذة زهرة موسى عضو مجلس اماناء مدينة حدايا اكتوبر ورئيس لجنة النقل والمصالات بالمجلس انا موسى محضرتك وزهرة نورتوني النهاردة في البرنامج ستتبدو تكون ومعايا استاذ يسر الضهشوري وكيل المجلس ورئيس لجنة التامن الاجتماعي ورئيس اتحاد الشغالين بالمطقة التانية ابن بيضاك انا موسى محضرتك افنين نورتوني النهاردة في البرنامج هوجه سؤالي الاول لأستاذ يسر الضهشوري واحنا عارفين ان مبارح كان فيه جلسة اجراءات بالمجلس بمدينة حدايا اكتوبر يعتبر المجلس ده اول مجلس بالمدينة ويمكن مدينة حدايا اكتوبر مدينة كمان اجدد من مدينة اكتوبر بما ان مدينة اكتوبر من مدن الجديدة ولكن حدايا اكتوبر اجدد منها كمان وده اول مجلس لها مجلس امانية مدينة حدايا اكتوبر فعايزين نعرف طبعا هم المعالم اللي بتتضمنها مدينة حدايا اكتوبر يمكن فيه كتير من الناس ما يعرفوش أو ما يسمعش كمان عن مدينة حدايا أكتوبر وما فقط يعرفوا مدينة أكتوبر فعايزين حضرات تعرفنا أكتر عن المعلم الموجودة بالمدينة هي مدينة حدايا أكتوبر مدينة زي ما حضرك ذكرت كانت متصلة بمدينة أكتوبر نفسها وكان بينظمها جهاز أكتوبر طبعا المدينة دي تنفصلت من فترة قريبة وتعمل لها مجلس أمنا جديد بحيث أن نحن نسير أمور المدينة إن شاء الله المدينة عندنا مدينة كبيرة جدا مساحتها حوالي أربعين ألف فدان ودي مساحة شاسعة وفيها كتير من المعالم الكويسة اللي هي ترشحها تكون من أحسن المدن في مصر يعني إحنا نعدي إن شاء الله يعني الكلام به إحنا عندنا مدينة فيها معالم كتير جدا فينا عندنا استاد الجيش فيه عندنا صلاة الألعاب الأولمبية فيه عندنا مستشفى يعقوب اللي بتتبني حاليا فيه عندنا القرية الكونية فيه عندنا نوادي زي نادي الزمالك ونادي الترسان ونادي الشرطة فيه عندنا مدارس متفوقين فيه عندنا مدينة زويل دي يعني معروفة وإن شاء الله هنضيف لمعالمها بإذن الله بإذن الله يمكن من أهم المعلمة لحضرتك ذكرتها كانت القرية الكونية وزي ما إحنا عارفين إن يمكن توقف العمل بيها بسبب حدثة وعلى مدار سنوات لم يتم فتحها للآن فإيه اللي نقول الاستغاثات اللي أنتوا قمتوا بيها كمسؤولين بالمدينة لعادة فتح المدينة مرة أخرى والله هي الكرية الكونية دي يعني أنا واحد من سكان المدينة باستخسرها يعني إنها مقفولة بقالها دخلة بأربع سنين وزيادة يمكن دي مساحتها حوالي مئة وتسعين فدان فيها من جميع معالم مصر بتصغير من واحد لتمانية يعني أهرامان تلائي بحيرة قرون تلائي جبلات الأسماك الكلام ده كله ده معلم سياحي مهم جدا المعلم الكرية الكونية هو بيضم كل الأثار اللي موجودة في مصر معالم المشورة في مصر يعني إنت عايز تروح معبد أبو سنبل هتلاقيه موجود عايز تروح الألعال في الإسكندرية هتلاقيها موجودة جوه الهرم موجود والهرم نفسه موجود كل حاجة موجودة النين نفسه موجود جوه مظبوط مظبوط فعلا يعني القرية نقول كوكب من الجمال كده ولكن للأسف يعني هو مقفول ومتوقف العمل فيه وعايز أعرف السبب صراحة ليه للآن القرية مش مفتوحة هي القرية دي أغلقت كما يقال بسبب غرق تفرف حمام سباحة وهي كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم في الحالة للحين يعني فطبعا اتقفلت بعديها لحين تحسينها وتحسين الإجراءات الأمنية فيها فطبعا من ساعتها ما تفتحتش يعني كل السنوات دي لم يتم التحسين إحنا قدلنا سنوات كتير جدا كلنا بنستغرب نشدنا وزارة التربية والتعليم قالت لا دي تابعة القوات المسلحة وهي اللي هتاخدها تطورها وبعد كده قالوا هيسندوها المستثمر وقالوا يعني قويل كتير جدا فيها وكل السكان بتناشد بافتتاح القرية الكونية كأحد أهم المعالم في مصر مش في كتوبر بس وزي موازقانة الحضارة جدي بساعتها 190 فدان والدخل المتوقع في تشغيلها من 25 ل30 مليون جنيه طبعا يعني المبلغ دي احنا يعني عايزة من حضرتك توجيه رسالة للمسؤولين استغاثة للمسؤولين بعد تفتحها والله احنا ده بيجان الوحدي ده كل الدنيا بتقول يا جماعة افتتحولنا القرية الكونية يا جماعة لو سمحتوا ليه أفلة خاصة يعني بعد وجود مجلس أمناء جديد للمدينة احنا محتاجين جدا ان القرية تتفتح ده هتعمل مزار سياحي للمدينة من أهم مطالبنا برضي احنا نفتحها ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله وستاذ زاهرة قال في حضرتك ويمكن أول عنصر نسائي مع حضرتك سيدة أخرى في داخل المجلس وده أول مجلس لمدينة حدايا اكتوبر وألف ألف مبروك لكم على التشكيل الجديد وان شاء الله الناس طبعا مستنية منكم خدمات ومستنية منكم شغل واتمنى انتوا تبقوا أد المسئولية بإذن الله وانا طبعا متوقع انتوا هتبقوا أد المسئولية لأن انا يعني عرفاكم انتوا كنتوا زمالي في الحزب وانتوا كنتوا من الناس النشيطة والهمامة في الشغل طيب لما اجا اتكلم عن مستوى الخدمات الصحية الموجودة بالمدينة اللي انتوا محتاجين وإن اللي موجود أول حاجة محتاجينها طبعا مستشفى مركزي المدينة ما فيهش مستشفى مركزي بشكل عام احنا المدينة تفتقر للخدمات الصحية تمام برغم وجود وحدات صحية مبنية بالفعل وجهزة للتشغيل إلا أنه في كتير منها ما اشتغلش لغاية دلوقتي وأكتر مثالين فيهم مشكلة برضو ومش بفهم وليه ما تفتحوش لغاية دلوقتي المركز الطبي اللي هو موجود في ضغشور وحدة الصحية بتاعة ال247 عمارة دول اتنين يعتبروا جهزين فإيه المشكلة اللي وقفة قدام تشغيلهم طبعا دي احنا يعني الدنيا متعطلة في الحتة دي جدا تمام بما أن حضرت رئيس لجمية النقل والمواصلات احنا عارفين أن حضرت اكتوبر بتعاني جدا من مشكلة النقل والمواصلات بزيك انتي ايه المشاط او اللي انتي الخدمة اللي ممكن تقدميها في المجال دو الله يفندم احنا عندنا دراسة كاملة عملينها عن الموضوع بالنسبة النقل والمواصلات لان احنا طبعا نتعرف المدينة عندنا ما فيهاش نقل والمواصلات حكومي بشكل يكفي المدينة تمام احنا عندنا لغاية دلوقتي مواقف عشوائية موجودة على مداخل المدينة بدون ترخيص حقيقي ليهم كلها سوزوكي ملاكي وكده وحاجات غير قدمية والتعامل بتاعها غير ادامي شوية يمكن من المناطق المنطقة السابعة المنطقة التانية كل المناطق على فكرة ده يشمل حتى الكمبوندات عندهم نفس المشكلة السوزوكي الموجود في المدينة كله غير مرخص تمام وحتى التعريفة بتاعته تعريفة مبالغ فيها جدا تمام وما بيغطيش كل اماكن المدينة تمام يمكن فيه شكاوة كتير زي ما حضرك بتقولي فعلا ان المكان او المساحة صغيرة جدا ومع ذلك الاجرع التعريفة عالية جدا 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 وهو غير مراقبة والخدمة غير ادمية يعني احنا النهاردة لما يركب في السوزوكي سبع افراد ده شيء صعب تمام وخصوصا في ظل الجائحة بتاعت كورونا برضو الموضوع بيزداد صعوبة وهوما يعني لغاية اللحظة دي احنا لسه التابعية بتاعت الموقف مش تابعة لحد لان الموقف عشوائي طب الجهاز يعني ساكت ليه عليهم؟ الجهاز لان هو احنا دلوقتي مفوضين احنا حاليا ان شاء الله هو تقنين الاوضاع احنا ده باذن الله من ضمن الخطة اللي احنا حطنها ان احنا يتم تقنين اوضاعهم ويتعامل مواقف حضرية تمام بحيث ان هو يقدمه كل مقطة في المدينة باذن الله ان شاء الله وهيكون في باذن الله يعني ان شاء الله احنا نطمح ان احنا يكون في تعاقدات مع مواصلات مصر عشان تربطنا بالميادين العامة ان شاء الله ويعني احنا عاملين خطة متكاملة للموضوع اللي نقل المواصل ده لان حتى اللي ساكن في المدينة ويملك سيارة محتاج المواصلات لان مش كل الاسرة عندها سيارات يعني الاسرة بفيها سيارة او اتنين ويمكن دي من المشاكل اللي بتواجه السكان هناك ان ما فيش مواصلات كتير فعشان كده ما فيش نسبة اجهال كتير ما فيش ربط داخلي داخل المدينة وما فيش ربط بالميادين ولا حتى بالمدينة الام اكتوبر يعني احنا عندنا اللي حتى مدة التقاطر في العربيات بتاعت شركة مندونين اللي شغيرة دلوقتي طويلة جدا تمكن تنتظري بالساعة تستني الباصل هيربطك بميدان الحصري تمام بالنسبة للميادين تحت سواء بقى هل هيتم مفصل بقى المواصلات عن مدينة اكتوبر والله احنا نطمح لزيلك طبعا الفترة اللي جاية وانا اعتقد ان ان شاء الله ده هيحصل باذن الله هرجع له استاذ يسري وطيب بمقنا حضرتك وكلي المجلس فايه هي المقترحات اللي حضرتك هتقدمها لتسهيل الحياة في المدينة حدايا اكتوبر هو اي مكان عايزين يبقى في حياة نازل يتوفر عائدة شركة اولا الامن الصحة التعليم المواصلات معلش يا استاذ يسري وحضرتك بتكلمني افتكرت حاجة دلوقتي يعني احنا في حدايا اكتوبر موجود مساكن عثمان وكان من المفترض ان يتم عمل صور رساين حديدي او خرصاني يفصل ما بين مساكن عثمان وما بين حدايا اكتوبر او ما بين ابن بيتك عموما ما تعملش ليه للان نسأل فالمسؤولين وهو ما هي ده الامن بقى فيه مشاكل وفيه صرقات كتير كل الناس لما بنيجي تتكلم او بتشتكي بتتهم على طول مساكن عثمان بص احضرتك احنا لما بنيجي نخطط مدينة بنحط مساكن لازم نوفر آلية الامن فيها ايه نوفرها ازاي عندنا اسم شرطة ولسه مفتوح عندنا اسم شرطة حدايا اكتوبر عندنا دوريات عندنا عندنا الخطة الامنية الموضوع للمدينة مش كافية لحجم المدينة ومساحتها مش كافية لازم نتوسع فيها طيب الحاجات او المقترحات الممكن حدايا تقدمها هل تسهيل الخدمات بالنسبة للسكان حدايا اكتوبر اولا احنا عندنا مدارس الحمد لله ان شاء الله فيه مدارس انت التعليم برضو شايفه طبعا المهم لا مش قصد مهم انت شايف ان التعليم يعني متواجد بشكل كويس او جيد في مدينة حدايا اكتوبر ولا انتو محتاجين المزيد لا التعليم متواجد كويس بس احنا عايزين نتوسع في المدارس شوية هو فيه مدارس اسم اتفتحتش عندنا الكسافة عالية جدا في الفصول مدارسة سنوية كمان مش موجودة بشكل كتير بيتعمل بس لسه ما اشتغلتش كويس هتواجهكم حاجات كتير جدا على فكرة بس اللي انا عرفتوا ان انتو ما شاء الله الميزانية يعني هتستوعب كل ذلك وان انتو عندكم زيار صحراوي وعندكم ميزانية مستقلة عن مدينة اكتوبر وبإذن الله انا انتظر المزيد لكم ان شاء الله طيب استاذة زهرة اتكلمنا عن الخدمات الصحية والتعليمية لما اجتكلم عن الخدمات الرياضية المتوفرة بالمدينة والله احنا هنتكلم بقى بشكل عام المدينة تقريبا فيها اربع نوادي شغالين بالفعل اللي هو النوادي واحد واثنين في فردوس وفي اللي هما اتنين نادي تاني كدهشور دول شغالين لكن بقيت المدينة بشكل عام بقى تفتقر للخدمات الرياضية وخصوصا في موضوع مركز الشباب احنا عندنا مشكلة كبيرة مركز الشباب عندنا متأخرة جدا في التشغيل برغم الكسافة السكانية الموجودة تمام وطبعا هيكتعرفي كويس قوي ان مركز الشباب مهم لانه هو بياخد هنقول ايه هياخد التقاط بتاعت الشباب يوظفها بشكل كويس بدل ما يفضلوا الشباب بتوعنا فريسة لأي تطرف فكري او اي تطرف حتى اخلاقي تمام يمكن للان لم يتم الفتح اي مركز شباب لا لم يحدث طب يعني هنستنى قد ايه والله احنا متابعين مع ادارة الشباب والرياضة يعني اتحرقنا من مرحلة لمرحلة احنا دلوقتي بقى فيه جهاز اداري لكل مركز شباب موجود بالفعل والفترة اللي جاء ان شاء الله باذن الله مع اشهار مراكز الشباب دي هتدي التشغيل باذن الله واحنا منتظرين ده جدا على فكرة يعني كلنا اكيد يعني للأسف انا حلقتي خلاص انتهت وبشكركم جدا على توجدكم معي استاذة زهرى موسى عضو مجلس امانية مدينة حدايا اكتوبر ورئيس لجنة النقل والمصالات بالمجلس نورتين النهاردة يا فندم استاذ يوسر الضهشور وكلي المجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماع نورتين النهاردة يا فندم يمكن انا عايزة اعمل مبادرة كده في البرنامج انا عايزة نستغل وقتنا وقت الحذر وبكترح عليكم مشاهدينا ان انتو تبعتولي على الصفحة اهم الكتب اللي تمت كرائتها واهم الكتب اللي انتو بترشحوها للمشاهدين ان يقرؤوها يعني وهنعلن عن اهم كتاب ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله واشكركم وانتظروني بس قبل ما انهيك انا عايزة اوجه الشكر معذرة لأستاذ محمود برعي رئيس مجلس مدينة اكتوبر لانه انبارح انا كلمته كان في حالة مرضية مصيبة بكورونا ويمكن الحالة دي كان خالد المطرب سعد الصغير واحنا طبعا ما نعرفش احنا تدخلنا كعضاء مجلس امناء مدينة اكتوبر فكان لازم الحالة تدخل المستشفى احنا استاذ محمود برعي متفضل شاكرا تم الاتصال بالمستشفى وتم دخول الحالة وتم رعايتها يعني اتخاذ اللازم للاهتمام بالحالة فانا بشكره جدا استاذ محمود برعي رئيس مجلس امناء مدينة اكتوبر يعني طبعا ده مش جديد عليه دايما هو سباق في الخير واشكركم ضيوفي الاعزاء وان شاء الله نتاك في حلقات اخرى واشكركم مشاهدينا وانتظروني في حلقات اخرى وستات دوت كوم